أفاعي بأنواع وأحجام مختلفة بينها أنواع سامة كما تظهر في هذه الصور أدخلت الرعب في نفوس سكان مجموعة من القرى في الديوانية التي يتحدث مسؤولون في مجلسها عن وفاة عشرة مواطنين نتيجة لدغتها تخرج من جحورها يعني أكثر الخروج ما لا تيصير بالليل ونوعيات يعني عدة أنواع منها أفعاد ذات الجرس أفعاد ذات الجرس منها نفع على شكل الكوبرا تهاجم الأطفال وتهاجم الكبار في البيوت في الصحراء في أي مكانات يعني ما يموت بالحجد الشعبي أو ما يموت بالجبهة مثل الحرب هاي اللي انفرضت علينا من ناس الله إن شاء الله قبيلهم ها قاتل درجتنا هاي الأفع وحياة تختلف عن حياة يعني هذه الأفعاد هم مرهابية ووكحة هم هناك مجموعة مناطق في ناحية آل برير وفي غماس والشنافية أكثر شيء يعني حثت مجموعة إصابات تقريبا وفيات وصلت تقريبا أكثر من عشر حالات وفيات وكذلك حالات إصابة أكثر من عشر حالات تماثلت للشفاء بعد يعني عناء أو بعد أن وصلوا بالوقت المحدد للمراكز الصخياء والمستشفيات انتشار هذه الأفاعي يعود إلى غياب المناطق الرطبة واتساع رقعة التصحر والجفاف الذي يساعد في تركيز مادة السم الذي يؤدي إلى الموت لأنه منطقة جافة أساسا فتعتبر السم مالها قاتل يعني السم تركيزة أعلى بالنسبة لنوع البروتين يمكن يشتغل على العصاب أو يشتغل على الجهاز التنفسي صحة الديوانية قامت اليوم باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية من خلال رش السموم في القرى التي تعاني من انتشار الأفاعي مطالبة المواطنين بمراجعة أقرب مركز صحي في حال تعرضهم إلى لدغات الأفعاء الموجودة بمناطق الجافة أو الصحراوية التي تسمى بأفعاء الحماد تعتبر قاتلة جدا وحقيقة في الصحة ننصح بتعرضهم للدغة الأفعاء بأنه يراجعون أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى لغرض أخذ المصل المضاد إلى لدغة الأفعاء من الديوانية ميثم شباني الحرة